تجارة وتعاطي المخدرات في العراق تفاقمت في الأونة الأخيرة ووصلت إلى أفاق غير مسبوقة نهشة جسد المجتمع ومحولة البلاد من معبر لها إلى مستهلك بل ومنتج في العقدين الأخيرين وهنا تتصدر إيران المشهد كأكبر الدول التي تدخل من خلالها المخدرات إلى العراق لسيما من المناطق الجنوبية ثم تأتي سوريا في المرتبة الثانية في تاريب المخدرات إلى العراق من الجهة الغربية أما المناطق الشمالية فتدخل إليها المخدرات عن طريق ميليشيا حزب العمال الكردساني بحسب مسؤولين أمنيين في العراق الإحصاءات الحكومية الدقيقة فيما يخص عداد المتعاطين للمخدرات في البلاد تغيب ولكن بحسب مسؤولين في مكافحة المخدرات فإن هذه الآفة تنتشر بين فئة الشباب ومن كل الجنسين عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق على البيات أكد أن العداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 15 ألف شخص بين متعاط ومتاجر بينهم 500 من النساء والأحداث لافتا إلى أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن التي تعاني النسب بطالة عالية حيث تصل نسب التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70% منظمات صحية بيّنت أن تفاقم انتشار المخدرات يعود إلى تورط جهات سياسية وميليشيات مسلحة في هذا الملف الشائك مع غياب الحلول الحكومية التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما أعلن مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الحالية عن تقديم وزارة الصحة الحالية مقترحا لفحص جميع موظفية الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات إلا دليل على تفشي هذه الآفة في مفاصل المجتمع وهيكل الدولة تحول تهريب المخدرات إلى تجارة مربحة للعصابات والميليشيات فاقم من أزمة انتشارها في جميع أنحاء العراق لتمثل هذه الآفة تحديا كبيرا فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجته ولتصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي وتزيد من أزماته المصاصية ترجمة نانسي قنقر